أستاذ صبح معنا ايه يا فاند تفضل يا أستاذ صبح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صبح تفضل يا كموزير كيف الحمد لله تفضل يا فاند ايه دي سأل حفظك سؤالين بس السؤال الأولاني في شنوك كتير وابل جاروش بسم الله الأحمر رحيم في الفتحة في الصلاة دي عايزة عرف حصنها ايه عشان في واحد تخصنعك وابل كده دكتور بالتلفزيون قالك اللي بجارش بالبسم الله في الصورة بالفتحة بالذات وصلت باطلة هقول لحضرتك يا جاوبك دلوقتي حاجي فاتح السؤال التالي حضرتك أنا رجل مريض في فاشن كالاوي وباجي أنا من بعد باجي بغسلة بنام عايزة أجمع بين الظهر والعط طيب يا جاوب حضرتك يا حاجي صبح طيب احنا عندنا سؤالين السؤال الأولاني بيقول ان دلوقتي في ناس لا تجهر بالفاتح لازم نفرق ما بين حاجتين ما بين الواحد ما بيجهرش بالبسم الله في الفاتحة في فرق ان احنا نفرق ما بين انه ما بيجهرش بالبسم الله في الفاتحة وانه ما بيقرأش البسم الله في الفاتحة احنا المفت به ان البسم الله في الفاتحة آية من آية من الفاتحة وعليه يبقى يقرأ البسملة في الفاتحة يبقى ما اللي حاصل يبقى عليه أنه هو يقرأ البسملة في الفاتح ليه لأنها آية من قراءة من سورة الفاتحة في قراءة حفظ خلاص واضح كده فالناس ده يقرأ الفاتحة احنا ما نعرفش اللي كان بيقرأ ده هل هو ما جهرش بالبسملة ولا ما قرأش البسملة يبقى احنا لازم نتعود ان احنا نقرأ البسملة في الفاتح دي المسألة الاولانية المسألة التانية بقى لان انت بتسألني عن معين فانا مش اقول لك الكلام ده على شخص معين فقول لك الكلام ده فتنزله على الشخص المعين ده وهو مش مهانة ولكن اقول لك الحكم بشكل عام عشان ما ناخدش الحكم ده ونتراشق بالاحكام مش هنعمل كده خالص احنا بنساعد الناس على الاستقرار المجتمعي مش على التنازع المجتمع يبقى بنقول له اذا كنت انت ما بتجهرش بالبسملة اجر بالبسملة ان البسملة اية من سورة الفاتح السؤال التاني حضرتك لو مريض ومش هتقدر تصلي الصلاة على وقتها ومحتاج ان انت ترتاح في حديث سيدنا عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير سفر ولا مطر جمع في غير سفر ولا مطر والحديث اما سيدنا عبدالله ابن عباس او روات الحديث عن سيدنا عبدالله ابن عباس قال لكي لا يحرج امتها ولذلك سيدنا الامام النووي اجاز ان الواحد يجمع ما بين الصلاتين ماذا بس على ان لا يكون دايدنا يعني اه يجوز لكن ان انت تجمع ما بين الصلاتين بسبب ما عند حضرتك من مرض ولكن اذا كنت صاحي وموجود لا تصلي الصلاة في وقتها فاذا كنت بتعمل الكلام ده من اجل المرض لك ان تقلد من اجاز وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنك المرض اشتركوا في القناة